اشتركوا في القناة ما اسئلة المقالية طريقة الامتحان بتيجي ازاي علشان خاطر ان شاء الله ربنا يوفقك وكلكم باذن الله وتنجحوه ما تخافوش ابدا من الامتحان ابدا لا انت اعمل اللي عليك والباقي على ربنا طالما انت بتعمل بتزاكر صح وتاخد المادة العلمية بصدر راحب كده ومخلص في عملك فتأكد ان شاء الله ان ربنا هيبقى معاك ويقف جنبك باذن الله تمنياتي لجميع الطلبة باذن الله بالتوفيق والنجاح في الامتحانات اللي هما بيعملوها دلوقتي ان شاء الله ان شاء الله النهاردة هنبتدي في مراجعتنا النهاردة ومراجعتنا هتتمثل في القاتل طبعا قبل ما هتكلم عن المراجعة بتاعتنا هنتكلم عن كذا حاجة احنا طبعا خدنا في الواحدة الاولى خدنا معنى علم الصناعات الزراعية يعني ايه كلمة صناعات زراعية وايه هي اهمية الصناعات الزراعية ودور الدولة في النهوض بالصناعات الزراعية والعلوم المرتبطة بعلم الصناعات الزراعية كل كلام ده احنا خدناه طبعا بشيء من التفصيل في خلال الترم بتاعنا كلمنا بعد كدا كمان اني قولنا ازاي تعمل المحليل المختلفة ازاي يعني ايه محليل ملحية و predatorjs و ازاي محليل ملحية و ازاي محليل سكرية و ازاي ان انت تقيس التركيزات المختلفة للمحليل استخدمنا واتكلمنا عن الايدرومترات بانواحها الايدرومترات اللي بتستخدم في قياس تركيز المحليل الملحية والايدروميترات اللي بتستخدم فيه تركيز المحلي للسكرية كلمنا عن البالنج والبيركس في السكري وكلمنا عن ايدروميتر البوميه وعندنا السالوميتر في الملح وكلمنا قلنا انت ازاي تعمل محلول ملح بطريقة سليمة او سكري وايه هي الخطوات اللازمة ان انت تقيس بيها التركيز بطريقة صحيحة بواسطة هذا الجهاز وكلمنا عن ازاي نظرية عمل هذا الجهاز بعد كده ادخلنا عن حاجات تانية استخدمنا قلنا ايه هي انواع السكريات اللي بتستخدم في عمل المحليل وايه هي انواع الاملاح اللي بتستخدم في عمل المحليل برضو تطرقنا الى صفات الملح المستخدم في عمل المحليل الملحية مش اي ملح احنا بنستخدمه لا ده في انواع معينة وعرفنا ايه هي الشروط اللي احنا هناخدها من خلال الاسئلة ان شاء الله اللي هنعرضها على حضرتكم النهارة بإذن الله اتكلمنا برضو عن الجهاز الريفراجتوميتر وانا جايبا معايا النهاردة ان شاء الله وحاولي رهلك وقت ما حيبقى السؤال عليه وازاي هو بيشتغل ونظرية عامل وايه بتعتمد على ايه الكلام ده كله بازن الله حنتطرق ليه من خلال الاسئلة بتاعة اكمل وعلل والاسئلة المقالية بعد كده خلصنا من هذه الواحدة واتخلنا بعد كده في الواحدات بتاعة حفز الاغذية اتكلمنا عن حفز الاغذية بكل الطرق بتاعتها احنا قلنا ان احنا استخدمنا حفز الاغذية استخدمنا عن طريق التحكم في الحرارة الحرارة المرتفعة والحرارة المنخفضة وشفنا كل طريقة وشروطها ايه اتكلمنا بعد كده عن ان انت ممكن تعمل حفز للغذاء من عوامل الفساد عن طريق التحكم في الرطوبة واتكلمنا عن عملية التكفيف واضافة الملح واضافة السكر واتكلمنا عن الفاكهة المسكرة في اضافة السكر وعرفنا ايه هي شروطها كلمنا بعد كده كمان عن إحنا إزاي نستخدم المادة الحفظة في عملية الحفظ إيه هي شروط المادة الحفظة بالنسبة للمستخدمة في علم الصناعات الغذائية وما هي المواد الحفظة اللي بتنص عليها المواصبة القياسية في الصناعات الغذائية إن إحنا نستخدم هذه المواد الحفظة والكمية المفروض بنحطها قد إيه وفعلها على الأحياء الدقيقة إيه كلام ده خدناه برضو خدنا برضو من طرق الحفظ اللي هي المؤقت خدنا عملية التدخين قلنا يعني إيه كلمة التدخين وقلنا يعني إيه سائل تدخين وقلنا إزاي العوامل اللي بتتحكم في كفاءة الدخان المستخدم في عملية التدخين اللحوم والأسماك اتكلمنا بعد كده كمان سائل التدخين وطرق استخدامه وعرفنا كمان أنواع التدخين اللي هي الطريقة الدافئة الدريقة الباردة والطريقة الساخنة وعرفنا الفرق منهم في استخدام درجات الحرارة وفي الوقت اللي بيستغرقه كل واحد فيه اتكلمنا بعد كده كمان عن التخمرات الحفز بالتخمرات وقلنا ان فيه ممكن اني انا استخدم الاحياء الدقيقة في عمليات الحفز ازاي فيه تخمرات كتيرة جدا التخمر اللاكتيكي عندنا التخمر الكحولي التخمر الخليكي وكل دي ان انا بستغلي الاحياء الدقيقة انها تنتج لمجركبات لها قيمة اقتصادية عالية في حفز الاغذية واستخداماته في الصناعات الغذائية هي دي التلات وحدات اللي احنا خدناهم واللي هي يعني الخطة بتقول الترمي الاول تلات وحدات دول وهم دول اللي هيجوا فيهم الاسئلة بتاعت الامتحان باذن الله ان شاء الله تمنياتي لكون لكم ان شاء الله تكون حلقة تستفيدوا منها وركزوا معايا جدا في الاسئلة اللي هي نبتدي ونبتدي بسم الله الرحمن الرحيم نقول اول سؤال اول سؤال هنتكلم عليها اللي هي عبارة عن علل لما يلي علل لما يلي دي اسئلة علل بتيجي في الامتحان إيه سؤال التعليل الأولاني أول حاجة بيقولك إيه يحتوي الايدروميتر على ثقل من كرات الرصاص أو الزيبق احنا عارفين إن الايدروميتر بيبقى فيه تركيز المحلي للسكرية أو ملحية بيبقى فيه تقل من الرصاص في الآخر علشان يجعله إيه علشان يجعل الايدروميتر في وضع رأسي يجعل الايدروميتر في وضع رأسي عند وضع الايدروميتر في المحلول للمراد قياسه طبعا انت محتاج ان الايدروميتر يكون في وضع رأسي ليميل يمين او شمال علشان خاطر ان انت تقرأ الايراية بتاعته مظبوطة نشوف سؤال علل مرة تانية علل اللي ما يلي امالة المغبار المدرق بزاوية 45 درجة عند سكب المحلول بداخله لقياس تركيزه بالايدروميتر تدلوقتي لما بتيجي تحط المحلول لابد ان انت عشان تحطه في المغبار المدرج وتبتدي تقيس تحطه بزاوية 45 طبعا احنا عارفين ان بنعمل كده علشان ايه منعا لتكوين فقاعات هواية تؤثر على قراءة الايدروميتر لما بتيجي تحط بزاوية 45 هتلاقي المحلول عندك بيمشي بطريقة سليسة ومفوش اي فقاعات هواية وبالتالي القراءة عندك هتكون سليمة يبقى نقول وذلك منعا لتكوين فقاعات هواية تؤثر على قراءة الايدروميتر طب نشوف سؤال علل بعد كده كمان بيقولك ايه علل اللي ما يليه يراعى غلي المياه الغازية عند قياس درجة تركيزها بالايدروميتر انت عندك مثلا بيبسي او ميريندا او سيفن ابا عايز تعرف نسبة السكر اللي موجود فيها قد ايه طبعا لابد ان احنا حكتين يقما نرج المياه الغازية دي يقما نغليها طب ايه السبب طبعا نقول وذلك لضمان خروج الغازات حتى لا تؤثر على قراءة الجهاز لان انت عارف ان المياه الغازية فيها ايه مياه الغازية فيها غازات الغازات دي عايزين نتخلص منها هنتخلص منها ياما بيه تسخين او بنرج وبالتالي لما تيجي تحط الايدروميتر تاخد الايراية بطريقة صحيحة سؤال اللي بعد كده بيقولك ايه علل ليه ما يليه استخدام السكريات في صناعة حفز الأغزية اولها تاني استخدام السكريات في صناعة حفز الأغزية طبعا احنا عارفين ان السكريات بنستخدمها لكذا حاجة اول حاجة لتحسين طعم الفكهة انت عندك نوع من انواع الفكهة نسبة السكر فيها ضعيفة شوية وانت لما تيجي تحط لها المحلول السكري في المعلبات اللي عندك هتحسن الطعم التاحة برضو في حاجة حفز وتثبيت اللون عشان لو انت عندك لون زي اللون الاحمر او اللون الاصفر الكلام دي المحلول السكري بيساعد على حفز وتثبيت اللون برضو في حاجة زيادة صلابة الأنسجة السمار المعلبة نجد ان لما يكون عندك السمار تبقى الأنسجة بتاعتها طرية شوية وما انت لما تيجي تحط عليها السكريات او محلين سكرية بتقوي وتستعمل صلابة للأنسجة السمار المعلبة عندك اخر حاجة اللي هي بيعتبر عامل حفز وده زي ما احنا خدناها في صناعة المربة قولنا المربة علشان يبقى فيه السكر عامل حفز لابد ان هو بيكون تركيزه كام بيكون تركيزه 68.5 لـ 70% 68.5 لـ 70% لهو التركيز الحافز يبقى لما اجي قولك علل لميالي استخدام السكريات في صناعة حفز الأغذية هنقول لتحسين طعم الفاكهة وحفزه وتثبيت اللون وزيادة صلابة الأنسجة السمار المعلبة ويعتبر عامل حفز تعال نشوف السؤال اللي بعد كده بيقول ايه علل لميالي يعتبر البسترة من طرق الحفز المؤقتة بينما التعقيم من طرق الحفز المستديمة طبعا احنا عارفين ان البسترة طريقة من طرق الحفز بالتحكم في درجة الحرارة باستخدام درجة الحرارة المرتفعة وقولنا انها مؤقتة لانها بتقلل عوامل الفساد طبعا لكن التعقيم بيوقف عوامل الفساد زي ما احنا شايفين كده لان البسترة بتقلل عوامل الفساد وممكن انت تقول له بين قوسين كده ايه هي عوامل الفساد زي عندنا الانزيمات زي عندنا الأحياء الدقيقة زي الأكسوجين ولكنها لا توقفها يعني بتقللك عوامل الفساد فقط ولكن التعقيم بيحصل إيه؟ بيوقف عوامل الفساد وتحتفظ المادة الغذائية بصلاحيتها لفترة طويلة يبقى ديه السؤال بتاع البسطرة فيه سؤال تاني ممكن يجيلك سؤال علل بيقولك إيه؟ علل اللي ما يلي تغلف قطع اللحم بالسلوفان أو البولي إيثيلين عند حفظها بالتجميد إحنا عارفين إن فيه طرق من طرق الحفظ المستديم اللي هو طرق الحفظ بالتجميد إحنا دلوقتي إما بنيجي نجمد أي لحوم لابد إن إحنا بنغطيها بنحطها في كيس كيس نيلو اللي هي البولي إيثيلين أو بالسلوفان اللي عشان تحافظ على لونها من الأكسادة دي نقول عليها وذلك للمحافظة عليها من الأكسادة وتغيير اللون يعني إيه أكسادة وتلوين تغيير اللون؟ طبعا إنت لو ما كنتش مغلي في اللحمة صح هتبس تلاقي الأكسوجين حيدخل على قطعة اللحم ويعمل أكسادة للسبغة الموجودة فيها ويغير لك اللون بتاحها إذن إنت بتغلف قطع اللحم بالبولي إيثيلين أو السلوفان وذلك للمحافظة عليه من الأكسادة وتغيير اللون خلي بالك أنا بديك أسئلة تعليل للثلاث وحدات مع بعض يعني أي أسئلة بتيجي عشان ميخرجش الامتحان بإذن الله عن هذه الموجودة فيه تاني حاجة بيقولك علل لما يلي سلق بعض أنواع الخضر قبل حفظها بالتجميد إحنا خدنا قبل كده وقلنا إن عملية السلق دي بتعمل إيه؟ بتقضي على الإنزيمات المؤكسدة المؤكسدة اللي بتسبب لك تغيير اللون تدلوقتي لو مسكت جمدت أي مادة غزائية بدون عملية سلق بسيط حيتغير لونها لأن الإنزيمات نشيطة ولكن بعملية السلق بيعمل إيه؟ وذلك للقضاء على الإنزيمات التي تسبب إسوداد اللون وذلك للقضاء على الإنزيمات التي تسبب إسوداد اللون فيه عندك سؤال تاني علل لما يلي يعتبر التجميد السريع يفضل التجميد السريع عن البطيق في حفظ اللحوم إحنا قلنا إن فيه عندنا نوعين من أنواع الحفظ باستخدام الحرارة المنخفضة اللي هو التجميد السريع والتجميد البطيق طيب ليه بيفضل؟ طيب تعال نشوف كده زي ما إنت شايف كده الجدول اللقصاتك ده فيه عندنا تجميد سريع وفيه عندنا التجميد البطيق لما تيجي تعمل مقارنة ما بين الاثنين هتقول بالنسبة لبلورات التلج بلورات التلج في التغميد السريع هتبص تلاقيها صغيرة الحجم ومنتظمة وداخل النسيج لكن في التجميد البطيق هتبص تلاقي بلورات التلج بتكون كبيرة وبتكون غير منتظمة وبتكون خارج النسيج عشان كده لها تأثير ميكانيكا على الأنسجة تبص تلاقي الأنسجة اللي في التجميد البطيق بتتقطع عشان كده الحاجة بتتهري معاك وبتبقى نعمة النسيج بيبقى ناعم غير التجميد السريع اللي بتبقى البلورات فيه صغيرة وبتكون منتظمة وبتكون داخل النسيج كمية السائل المنفصل كلمة سائل منفصل بمعنى اللي احنا بنسميه الدرب يعني ايه كلمة درب؟ يعني المادة الغذائية المجمدة اما بتيجي تسيحة اما بتيجي طن صهر بينفصل منها سائل السائل ده قيمته الغذائية عالية جدا في معظم الاملاح المعدنية اللي موجودة في اللحمة عشان كده كل ما كانت اللحمة بتحتفظ بكمية السائل المنفصل وبالتالي احنا كده يبقى حافظنا على قيمتها الغذائية طب في التجميد السريع هتبص تلاقي ايه كمية السائل المنفصل من اللحوم قليلة عشان كده بتحتفظ المادة الغذائية بقيمتها الغذائية طب بالنسبة للتجميد البطيء تلاقي كمية السائل المنفصل مالها كبيرة عشان كده بتفقد المادة الغذائية قيمتها الغذائية في عندك المدة اللازمة للتجميد تبص تلاقي في التجميد السريع المدة اللازمة للتجميد قصيرة بتوصل لنص ساعة لكن في التجميد البطيء تلاقي المدة اللازمة للتجميد تلاقيها طويلة بتصل لعدة ساعات طيب عندنا دلوقتي السؤال اللي بعد كده علل ليه ما يلم يجرى عملية تبريد فجائي بعد تعقيم المعلبات تدلوقتي ما بتيجي تعلب المعلبات ما تيجي تحط المادة الغذائية جوه المعلبات وبتعمل عملية التعقيم بعد ما بتعرض المادة الغذائية المعبقة في عبوات محكمة الغلق بتعملها معاملة حرارية وبعد كده بتعمل تبريد فجائي ليه بتعمل تبريد فجائي علشان القضاء على الأحياء الدقيقة المحبة لدرجة الحرارة العالية يعني ايه دلوقتي ممكن وانت بتعمل عملية التعقيم في بعض أنواع الأحياء الدقيقة بتحب درجة الحرارة العالية وما احنا نعمل لها عملية صدمة حرارية بعملية التبريد الفجائي وبالتالي هتبصت لقي تقضي على الأحياء الدقيقة المحبة لدرجة الحرارة العالية في سؤال تاني يقول لك ايه؟ علل لما يلي وجود ميكروب السل يدل على عدم كفاءة عملية البسترة هقوله تاني وجود ميكروب السل يدل على عدم كفاءة عملية البسترة طب ليه؟ لأن ميكروب السل من الميكروبات المراضية تحملا للمعاملة الحرارية تبصت لقي أكتر الميكروبات المراضية تحملا للمعاملة الحرارية علشان كده احنا بنكشف على هذا الميكروب في اللبن علشان خاطر نشوف هل تعمله معاملة حرارية ولا لا نشوف السؤال اللي بعده كده علل لما يليه يفضل التكفيف الصناعي عن التكفيف الشمسي عند التكفيف الأغذية طبعا انت عارف ان احنا التكفيف من طرق الحفظ باستخدام التحكم في الرطوبة واحنا عرفنا قبل كده التكفيف عبارة عن ايه؟ قلنا التكفيف عبارة عن خفض ما تحتويه المادة الغذائية من رطوبة للحد الذي لا يسمح بنمو الأحياء الدقيقة طيب احنا دلوقتي التكفيف الصناعي والتكفيف الشمسي ايه الفرق بينهم او ايه ليه؟ ليه بيفضل الصناعي عن الشمسي؟ هتبص تلاقي التكفيف الشمسي طول فترة التكفيف الشمسي دي اول حاجة تبص تلاقي المدة بتاعتهم بيقعد ممكن من 4 ل 5 ايام تاني حاجة بتعرض الأغذية في التكفيف الشمسي للطيور والحشرات ممكن وانت حاطة المادة الغذائية اللي عايز تكفيفها في منشرة التكفيف تبص تلاقي الطيور ممكن انها تيجي عندها او في حشرات لو ما كانش فيه شروط صحية مزبوطة بعكس التكفيف الصناعي امكانية التحكم طبعا في درجة الحرارة سرعة الهواء في المجففات الصناعية او في التكفيف الصناعي يبقى انت في المجفف جوه تتحكم في درجة حرارة الهواء وسرعة الهواء والرتوبة كل الكلام ده انت تتحكم فيه لكن في التكفيف الشمسي هتبص تلاقي ان انت بتعتمد على المصدر الطبيعي اللي هو الشمس طبعا فانت بتيجي شهور معينة تبتدي اللي هي شهر تمانية تبص تلاقي الشمس فيها كويسة فيفضل فيها التكفيف برضو احب انوه لحتة زي دي برضو ان التكفيف الصناعي تبص تلاقي علشان تستخدم يعني السيان كان تكفيف الشمسي او تكفيف صناعي بيحتاج لاسترجاع بالمية يعني لابد ان انت بتعمل عملية استرجاع بالمية قبل ما تستهلك المواد الغذائية المجففة السؤال اللي بعد كده علل لما يلم تجهز الفاكهة المعدة للتسكير بتخزينها في محلول كابريتوز مخفف او ساني اكسيد الكابريت طب انا بعمل ليه الكلام ده هقول دلوقتي ايه السبب وذلك لتقوية انسجتها وقصر لونها نقولها تاني وذلك لتقوية انسجتها وقصر لونها طبعا الفاكهة عندك لابد انها تكون انسجة بتاعتها قوية لان انت هتعملها معاملات حرارية مع الشراب السكري عدة مرات فانت عشان خاطر ما تتهريش منك وعشان خاطر لونها ما يتغيرش انت بتعمل حاجة اسمها تنقحها في احماض كابريتوز مخففة وقبل ما بتيجي تستعمل لها عملية التسكير ده تبص تلاقي تخسلها كويس جدا جدا وبعد كده تبتدي تشتغل بيها ليه بتنقحها وذلك لتقوية الانسجة بتاعتها وقصر للون سؤال اللي بعد كده بيقولك ايه بيقولك علل لما يلي يفضل اضافة بنزوات السوديوم بعد اضافة حامض عند حفظ الاخذية تدلوقتي في مادة البنزوات بيكون ليه تأثير على الخمائر اكتر طيب انت ليه بتحط بنزوات بتحط الحامض الاول تحط حامض الاول حامض ستريك وبعد كده تحط البنزوات احنا قلنا البنزوات ما لها البنزوات ما لها البنزوات لا تعمل الا في الوسط الحامدي نبنقول كده لان البنزوات لا تعمل الا في الوسط الحامدي لابد ان يكون الحموضة عشان تشتغل البنزوات البنزوات البيئة شبتحها بيكون كام اربعة طيب بنستخدم البنزوات بنسبة كام واحد من عشر في المية ودي النسبة اللي مصرح بيها في المواصفة القياسية طيب نعيد السؤال كمان يفضل اضافة بنزوات السوديوم بعد اضافة الحامض عند حفظ الاخذية لان البنزوات لا تعمل الا في الوسط الحامدي حيث لابد ان يكون رقم الحموضة اللي هي اربعة تستخدم بنسبة كام في المية بنسبة واحد من عشر في المية السؤال اللي بعد كده بيقولك ايه علل اللي ما يليه تجرى عملية تدخين للحوم والاسماك قلنا ان التدخين دي طريقة من طرق الحفظ وبرضو بتدي طعم لللحم والسمك طعم مرغوب تعالوا نشوفوا الاجابة النموذجية بتاعتها ايه الاجابة النموذجية وذلك بغرض حفظها اولا واكسبها طعما مرغوبا طبعا احنا عندنا كلنا معظم الناس في شام النسين بيحبوا الرنجة وبيحبوا اللحوم المدخنة فاحنا بنعمل عملية التدخين التدخين الغرض منها ان احنا نعمل ايه ان احنا نكسب المادة الغذائية طعم كويس ونفس الحكاية ان احنا بنتدي تعتبر عملية حفظ خلي بالك احنا ما بنيجي نعمل عملية التدخين قلنا ان احنا بنستخدم نوع من انواع الخشب الجيد الممتاز ليه علشان كل ما انت استخدمت نوع من انواع الخشب الممتاز حتبص تلاقي كمية الدخان اللي طالعه لك كويسة جدا وبالتالي عملية التدخين بتتم بطريقة صحيحة الدخان ممكن ان هو بنكسفه وبنعمله حاجة اسمها سائل تدخين وسائل التدخين ده بنكسف مركبات الدخان اللي هي من ضمن مركباتها مركب الفورمالد هايت بعد كده بنبتدي ندوبه في مية او ندوبه في زيد ويستخدم عن طريق الرش او عن طريق النقع يعني ايه رش او نقع ان احنا بناخد المادة الغذائية اللي عندنا اللحم او السمك ونبتدي الرش بيه ساي سبري كده ويبتدي يكمل عملية التكفيف بتاعته طبعا فيه خطوات لعملية التدخين وحنقولها في الاسئلة اللي جاية دلوقتي يبقى اللي بعد كده السؤال اللي بعد كده بيقولك ايه اكمل ما يلي اكمل ما يلي ودي من اسئلات جميلة اللي بتيجي في الامتحانات ايه يا اول سؤال تقسم الصناعات الزراعية تقسم الصناعات الزراعية الى نقط ونقط طب نشوف كده الاجابة تقسم الصناعات الزراعية الى صناعات زراعية قديمة وصناعات زراعية حديثة طبعا سؤال بتاع اكمل التاني بيقولك ايه بيقولك من اهم الصناعات الزراعية القديمة يعني ايه صناعات زراعية قديمة زي ايه طبعا عندنا صناعة التكفيف الشمسي وقلنا التكفيف الشمسي دي قدماء المصريين قدماء المصريين كانوا بيستخدموها بيجففوا المواد الغذائية في عندك التدخين في عندك صناعات المرباط كل دي تعتبر صناعات زراعية قديمة طب اما نيجي نقول من اهم الصناعات الزراعية الحديثة طبعا كلنا عارفين ايه الصناعات الزراعية الحديثة صناعة التعليم دي تعتبر من الصناعات الايه الصناعات الحديثة تبريد الصناع اللي هي التلاجات تكفيف الصناع اللي هي المجففات الصناعية بانواحها المختلفة دي تعتبر من اهم الصناعات الزراعية الحديثة يبقى عندك صناعة التعليم وسي عندك التبريد الصناعي وفي عندك الصناعات اللي هي التكمين فتخلي بالك من الحتة من السؤال دي بقى انت عندك في عندك صناعات زراعية قديمة وصناعات الزراعية حديثة شفنا جزء من الصناعات الزراعية القديمة زي ايه وصناعات الزراعية الحديثة ايه خلي بالك كويس وانت بتركز في الامتحاد تعرف يعني مثلا هو كاتب لك 3 نقط تكتب بقى تكتبت 3 نقط ما تنساش حاجة ركز كويس جدا في السؤال ممكن يكون السؤال محتوي على الشقين فانت تحول ترقم السؤال 1 و 2 وتبقى عارف ان السؤال ده حاجه فيه في نقطتين مش نقطة واحدة خلي بالك من الحتة دي علشان فيه كثير من الطلبة بيقعوا في هذا الخطأ تركز بس طيب السؤال اللي بعد كده بيقول ايه بيقولك من اهم العلوم المرتبطة بالصناعات الزراعية من اهم العلوم المرتبطة بالصناعات الزراعية طبعا احنا عارفين كل العلوم مرتبطة بعلم الصناعات الزراعية تعالوا نشوف ايه علم الكامية علم المايكروبيولوجي علم الطبيعة علم الهندسة مكتوبة بقى نقصته مربوطة علم الهندسة كل الكلام ده ليه علاقة بالصناعات الزراعية نعم له علاقة بالصناعات الزراعية عشان كده صناعات الزراعية من الصناعات المهمة جدا السؤال اللي بعد كده بيقولك ايه من اهم الصناعات الزراعية الغير غزائية طبعا السؤال ده خلي بالك لان فيه ممكن يقولك صناعات زراعية غزائية وممكن يقولك صناعات زراعية غير غزائية طب الصناعات الزراعية الغير غزائية زي ايه عندنا صناعات كتيرة جدا زي ايه صناعة الجيلاتين صناعة الصابون صناعة الطلاق صناعة العطور خلي بالك كمان ده في صناعات كتيرة جدا برضو في عندك صناعة ايه في عندك صناعة مسحوق الدم صناعة مسحوق العظم صناعة الغيرة كل دي اسمها صناعات غير غزائية لكن لو جيت سألتك سؤال وقلتلك ايه هي الصناعات ايه هي الصناعات الغزائية طبعا انت حتصنفها للصناعات الغزائية فيه حاجات كتيرة جدا في صناعات الغذائية فيه عندك صناعات تقوم على محاصيل الحقل زي صناعة قصب السكر من قصب السكر والسكر من بنجر السكر صناعات قيمة على الألبان فيه عندك صناعة الجبنة والزبادية والسامنة كل دي اسمها صناعات غذائية صناعات قيمة على اللحوم فيه صناعة حفز الأسماك وصناعة التعليب وصناعة زي ما بتعمل الباستيرما والبلوبيف وكلام ده كله وصناعة تجميد اللحوم كل دي اسمها صناعات قيمة على اللحوم تجميد الخضر والفاكهة الكلام ده كله دي اسمها صناعات غزائية لكن لما اقول لك الصناعات الغير غزائية يعني الصناعات احنا بناقول لها زي مثلا ايه عندك صناعات الطلاق احنا بناستخدر النوع من انواع الزيت زيت بزرة الكتان انا باخده وابتدي صنع منه الطلاق صناعة العطور هل انت بتاكل العطور لا طبعا انت بتستخرج الاسنسات وبعد كده بتاخدها وبتبتدي تعمل منها ايه تعمل منها العطور ما فيش ايه مشكلة في عندك صناعة ايه صناعة بقول لك مسحوق العظم ومسحوق الدم المجازر المجازر عندك لما بتيجي تتبح الحيوان الدم اللي بينزل ده منها بياخدوه ما بيترميش لا ده اللي هما بياخدوه ويبتديوا يعملوله معاملات خاصة مانع للتجلط والكلام ده علشان يعملوا منه مسحوق الدم مسحوق الدم ده بيستخدموا فين بيستخدموا انه هما بيدعموا ببعض اغزية الحيوانات علشان خاطر يزود نسبة البروتين في الطعام مسحوق العظم برضو نفس الحكاية والعظم ده بنستخدمه في صناعات كتيرة جدا زي ايه عندنا صناعة الجيلاتين والغيرة الغيرة اللي هو بننزق بيه الخشب ده يعتبر من الصناعات الغير غزائية طيب صناعة ايه صناعة طلاء الأضافر كل الكلام ده اسمها صناعات غير غزائية خلي بالك من ايه من الجزئين ده عشان بتيجي برضو في الامتحان السؤال اللي بعد كده بنقول عليه الاساس العلمي لعمل الايدرومترات يعتمد على طبعا الايدرومتر احنا عارفين الايدرومتر حبارة عن صاق زجاجية مدرجة بتستخدم في قياس المحلين بتعتمد على نظرية ايه قانون الطفو احنا عارفين يا شباب ان قانون الطفو ان انت اذا غمرت جسمي فيه محلول اذا غمرت جسمي فيه محلول فانه يزيح كمية من السائل وزنه يساوي وزن الجسم دي اسمها قانون الطفو وده الاساس اللي بنعتمد عليه في شغلنا بتاعنا عشان كده انت بتقس تركيز المحلول السكرية وتركيز المحلول الملحية بتعتمد على هذا القانون وعرفنا برضو من قبل كده انت الايدرومتر هتلاقي فيه سقل من كرات الرصاص اللي موجودة اسفل قاعدة الايدرومتر ليه قلتلك زي ما قلتها اول حاجة رافو عليك انا سبع طالب بيقوللي تقولتها في اول السؤال فعلل حتى يحافظ على الايدرومتر في وضع رأسي بحيث اننا نعرف ناخد الايري لا يميل يمين ولا شمال لاننا قبل كده قلتلك ايه هي شروط الواجب توافرها في الايدرومترات وعشان تقدر تقيسي التركيز بطريقة صحيحة خلي بالك من الحاجات دي طبعا ان شاء الله هنتطرق لهذا السؤال في الاسئلة المقالية اللي عندنا احنا لسه دلوقتي في اسئلة اكمل طيب السؤال اللي بعد كده بيقول ايه بيقول يستخدم ايدرومتر نقط في قياس تركيز المحلي للسكرية احنا طبعا خدنا نوع اين من انواع الايدرومترات هم عايز نقطة واحدة بس زي ايه ايدرومتر بالنج اسمه بالنج في عندنا كمان ممكن اللي يكتب بيركس ما فيش مشكلة يبقى عندنا البالنج والبيركس ده بنستخدمه في قياس تركيز المحليل السكرية طب لو جينا السؤال بعد كده بيقولك ايه يستخدم نقط في قياس تركيز المحليل الملحية طب نشوف ايه هو البومي اه يا صح البومي بنستخدمه في قياس تركيز المحليل ايه الملحية السؤال اللي بعد كده الاساس العلمي لعمل الرفركتوميتر يعتمد على يعتمد على إيه؟ قانون معامل الإنكسار أنا عايزة أوريكوا دلوقتي شكل الرفركتوميتر اللي أنا بستخدمه في قياس تركيز المحالين والمرباط هجيبه دلوقتي كده قدامي إحنا دلوقتي عندنا الرفركتوميتر الرفركتوميتر عبارة عن إيه؟ الرفركتوميتر عبارة عن جهاز زي ما إنت شايفه كده الجهاز ده بيعتمد على معامل الانكسار معامل الانكسار اختلاف الكسافة الضوئية ما بين وسطين طيب الريفراجتوميتر زي ما انت شايف كده هو نبص نلاقي عبارة عن فيه منشور زجاجي كده منشور زجاجي المنشور الزجاجي ده اللي هنبتدي نمسحه الاول نمسحه الاول ان احنا بننظفه الاول كده الاول عشان خاطر ايه نبتدي نقيس بالتركيز طيب نقيس بالتركيز ايه نقيس بالتركيز المرباط لو عندك مرباط هتقيس بالتركيز لو عندك محليل سكرية او ملحية نقيس بالتنسبة المواد الصلبة فيه نقيس بالتركيز لما تيجي تعمل صلصة طماطم لما تيجي تعمل صلصة طماطم انت بتقيس التركيز به طيب ممكن ان انت بتكشف بهذا الجهاز الصغير على الغش في الزيوت كل زيت لمعامل الانكسار لو حصل اختلاف عن معامل الانكسار تاعف الزيت ده مخشوش ولا لا طيب ممكن كمان بيحدد لك نقطة هدرجة الزيت ممكن ان انت تقيسه بهذا الجهاز الجهاز ده طبعا زي ما انت شايفه كده ده اسمه الريفراجتوميتر الريفراجتوميتر انت بتعمل ايه انت ساعت وانت كده بتاخده بتاخد العينة بتاعتك اللي انت عاوزها وتبتدي تحطها على هذا الجزء اللي هو المنشور اللي عندك وبعد كده بتبتدي تقفل هذا المنشور طب تبص تلاقي الناحية التانية اللي هنا دي كده هتبص تلاقي فيه هنا عدسة فيه هنا عدسة عينية العدسة العينية دي انت من خلال عينك بتبص هنا في هذه العدسة بس لازم تبص تتوجه لاقرب مصدر ده وبعد كده تبتدي تحط عينك ناحية العدسة وتاخد الإيراية بتاعتك الإيراية دي هتحبقها تعبرلك على إيه؟ على نسبة المواد الصلبة خلي بالك الأيدروميتر اللي معايا ده ده اسمه الأيدروميتر اليدوي اسمه إيه؟ الأيدروميتر اليدوي في نوع تاني من أنواع الأيدروميترات بتبقى ديجيتال اسمه أيدروميتر آبي أيدروميتر إيه؟ أصدر ريفراكتوميتر إيه؟ آبي اسمه ريفراكتوميتر وليس أيدروميتر يبقى ريفراكتوميتر في عندك كم نوع؟ في عندك نوعين النوع الأول اسمه ريفراجتوميتر اليدوي اللي أنا ماسكد الواقتي دا هيه هو أول دا اللي أنا ماسكد الواقتي في إيدي دلوقتي إنما الرفراجتوميتر التاني بنسميه ريفراجتوميتر آبي طب يعتمد عمل هذا الرفراجتوميتر على قانون معامل الإنكسار طبعاً أنت ما تيجي تحط العينة عندك ما تيجي تحط العينة خلال هذا المنشور الزجاجي وتيجي تبصة تبص تلاقي دائرة كبيرة كده الحد الفاصل ما بين النقطة المزلمة والمديئة هي دي اللي بتاخد عندها الإيه؟ الإيراية وطبعا الطلبة كلهم عارفين وإحنا خدنا درس كامل عن كيفية استخدام الريفراكتوميتر في القياس بنستخدمه في إيه؟ عشان بتيجي كتير في الامتحانات وفي سؤال لها اللي بتستخدم فيه تركيز المربات نسبة المواد الصلبة في المربة بنستخدمها في قياس نسبة النماض الصلبة في صلصة الطماطم لما تيجي تعمل صلصة طماطم عايز تعرف انتهاء مرحلة الطبخ انت بتيجي اخد عينة وتبص وتقيس وتشوف التركيز بتاعها مزبوط ولا مش مزبوط برضو تعرف ان انت تعرف تقيس غشي الزيوت وتعرف تحدد نقطة الهضراجة بتاعت الزيوت والدهون وكذلك ممكن ان احنا نقيس به تركيز المحليل تركيز المحليل ممكن نقيسه بالايدرومترات وممكن نقيسه بالريفراكتوميتر اللي انت شايفه ده طيب نجي نعود تاني للاسئلة بتاعتنا قلنا الاساس العلمي لعمل الريفراكتوميتر يعتمد على قانون ايه معامل انكسر تمام طيب نقول السؤال اللي بعد كده تاني بقول من اهم السكريات المستخدمة في عمل المحليل السكرية ايه تعال نقول كده سكروز وجلوكوز والسكر المحول السكروز ده عبارة عن ايه ده سكر سنائي اللي هي سكر الاصب عندك الجلوكوز من السكريات الوحدية بقى احنا دلوقتي عندنا السكريات المستخدمة في عمل المحليل السكرية السكروز والجلوكوز والسكر المحول تمام هناخد بعد كده السؤال اللي بعد كده من اهم انواع ملح الطعام الموجودة بالاسواق في عندنا انواع ملح كتير او بالاسواق تعال نشوف كده انواع الاملاح ايه هي ايه عندك ملح الالبان وده يعتبر انقى انواع الاملاح في عندك الملح الصخري اللي بيقنوا عليه الرشيدي في عندك ملح المائدة في عندك الملح اليودي هو قال لك تلاتة انا مزود لك اربعة كمان عشان يبقى عارفين كل الاملاح اللي عندنا يبقى ملح الالبان ملح الصخري ملح المائدة ملح اليودي السؤال اللي بعد كده بيقول لك ايه واحد درجة بالينج بيساوي كم بيساوي كم بومي بيساوي خمسة وخمسين عالمية بومي خمسة وخمسين عالمية بومي ده انا بقولها ليه لان افرد انت عندك افرد انت عندك محلول سكري ومحلول مثلا عندك محلول سكري ومعندكش غير بومي مفروض انت بتقيس تركيز المحليل السكري بايه بال بالبالينج او البيركس طيب انت معندكش بالينج او بيركس هل العملية تقف عند كده لا خد وقيس واضرب في معامل التحويل اللي هي لما تيجي تحول البالنج البومية تضرب في الناتج او الاراية تضربها في 55 على 100 طب لو العكس البومية عايز تحوله البالنج تعمل ايه تعمل يتاخد الاراية وتضربها في المقلوب اللي هي في 100 على 55 برضو خلي بالك لو انت عندك جهاز سالوميتر وحطيته في محلول ملحي خد الاراية واسمها على 4 خد الاراية واسمها على 4 يبقى ما قولك دلوقتي واحد بالج بتساوي كم بومية بتساوي واحد في 55 على 100 زي ما انا قلت لك ده تركز بالاجابة وما تخافش السؤال اللي بعد كده بيقولك ايه بيقولك من اهم طرق الحفز بالتحكم في درجة الرطوبة من اهم طرق الحفز بالتحكم في درجة الرطوبة طبعا احنا عارفين وانا حفظتها لكم تعال نشوفها كده التكفيف صح يا تكفيف الصناعي والتكفيف الشمسي فيها عندك ايه اضافة الملح ده بتضيف الملح عشان خاطر بتسحب نسبة من الرطوبة فيها عندك كمان ايه اضافة السكر يبقى من اهم طرق الحفز بالتحكم في الرطوبة عندك التكفيف وعندك اضافة الملح وعندك اضافة السكر طيب السؤال اللي بعد كده نقول من أهم ترك الحفظ باستخدام الحرارة العالية أنا سمع واحد أهو بيقول لي التعقيم والبسترة رفع عليك إما أقول لك البسترة واصلة حدث مؤقتة ولا مستديمة؟ هتقول لي مؤقتة أقول لك التعقيم تقول لي وسيلة حفظ مستديمة ما شاء الله عليكم كلكم بتجاوبوا معي وأنا سمعاكم ما شاء الله يلا بعد كده هتقول السؤال اللي بعد كده من أهم طرق الحفظ باستخدام الحرارة المنخفضة طبعا سهلة جدا ها نقول اللي هي التبريد والتجميد قلنا التبريد والتجميد الفرق بينهم ايه التبريد وسيلة حفظ مؤقتة والتجميد حفظ مستديمة التبريد بتخفض درجة حرارة المادة الغذائية بس ما بتحولش الرتوبة للتلج لكن التجميد بتخفض درجة حرارة المادة الغذائية مع تحويل الرتوبة للتلج ده الفرق بين الاتنين تبريد مؤقت تجميد مستديم تبريد تخفي درجة حرارة درجة المادة الغذائية بتوصل لخمسة درجة مئة ودرجة حرارة التلاجة بس ما بتحولش الرطوبة لتلج لكن التجميد احنا بنخفض درجة حرارة المادة الغذائية مع تحويل الرطوبة لتلج وقلنا كم نوع من التجميد عندنا شاطر تجميد سريع وتجميد بطيق اللي احنا خدنا من قيمة شوية المكرنة بينهم لما اجي اسأل كده طالب اقوله طب في التجميد السريع كمية السائل المنفصل او كمية الدرب كبيرة ولا صغيرة هيقول لي ايه هيقول لي الكمية صغيرة علشان كده التجميد السريع بتخلي المادة الغذائية بتحتفظ بقيمتها الغذائية بعكس التجميد البطيق التجميد البطيق بيعمل ايه كمية الدرب بتبقى نسبتها ليلة عشان كده المادة الغذائية ما بتحتفظت بقيمتها الغذائية كلكم شاطرين نشوف السؤال اللي بعد كده السؤال اللي بعد كده بيقولك ايه من اهم وسائل الحفز بالتبريد طبعا ديك اربع حاجات ايه الوسائل اللي بتستخدمها في الحفز بالتبريد تعال نشوف كده واحدة واحدة اول حاجة التلج العادي انت تاخد التلج العادي عشان تبرد به صح في عندك التلج الجاف وحقولك دلوقتي يعني ايه تلج جاف احنا اخدناها في عندك كمان المخاليط المبردة كلمة مخاليط مبردة يعني عبارة عن تلج وملح تلج وملح يبقى انت عندك التلج العادي وعندك التلج الجاف وعندك المخاليط المبردة وعندك اخر حاجة سوائل التبريد ايه هي اهم وسائل الحفز وسائل الحفز عندنا اربع تلج عادي تلج عادي يعني المياه العادية اللي بتستخدمها وبتعملها تلج برد بيها في التلج الجاف التلج الجاف تعبارة عن ايه التلج الجاف عبارة عن رهساني اكسيد الكربون في الحالة الصلبة خلاص كده وبتيجي في الامتحان يبقى ده الفرق بين التلج العادي والتلج الجاف طب في عندنا حكا اسمها المخالية المبردة ايه المخالية المبردة دي؟ مخالية المبردة عبارة عن اللي هو التلج زائد الملح عشان كده بنسميها مخلوط مخلوط مبرد في عندك كمان سوائل التبريد ايه سوائل التبريد ده؟ عندنا سوائل التبريد ده عندنا الفريون سائل تبريد عندنا الأمونيا سائل تبريد كل دي حاجات موجودة بس تخلي بالك لما يقولك في الامتحان سوائل التبريد غير ما يقولك وسائل التبريد وسائل التبريد هتقوله الأربعة اللي هو التلجي العادي والتلجي الجاف والمخالط المبرد أو السوائل التبريد لكن لما يقولك كده ما هي السوائل التبريد هتقوله اللي هي عبارة عن إيه عبارة عن الفريون وحتقوله عبارة عن الأمونيا خلي بالك في صيغة السؤال السؤال اللي بعد كده بيقول لك ايه بيقول لك من اهم السوائل المستخدمة لسه الهي من اهم السوائل المستخدمة في التبريد عندك نقط ونقط زي ايه عندنا الفريون والامونيا الفريون والامونيا طبعا الفريون ده فيه انواع منه كثيرة جدا جدا بس انت المطلوب منك دلوقتي تقول الفريون والامونيا فيه السؤال اللي بعد كده بيقول لك من اهم انواع المواد الحفظة طبعا احنا اخدنا المواد الحفظة ايه هي حمد البنزويك وأملاحه شاطر عندك حاجة تانية اللي هي حمد الكابريتوز وأملاحه دي تعتبر من المواد الحفظة المهمة وكل واحد فيهم لشروط كده أقولها لك برضو أرجعها لك ببساطة كده ما قولك حمد البنزويك وأملاحه زي ايه؟ زي بنزوات السوديوم اللي احنا لسه قلناها من قيمة شوية وخلي بالك ان بنزوات السوديوم دي لها تأثير على الخمائر لها تأثير على ايه؟ الخمائر وأقل على الفطريات طب دي بتستخدمها بنسبة كام؟ لسألها في السؤال اللي فات واحد من عشر في المية برافو عليك طيب عندي بي اتش؟ اربعة عندي بي اتش؟ اربعة الكلام ده كله أنا جايبها منين؟ نسبة واحد من عشر في المية من المواصفة القياسية لأن بتحكمنا المواصفة القياسية وإحنا خدنا قبل كده شروط المادة الحفظة بيكون ايه؟ طبعا احنا خدناها انها تكون غير مهيجة للجهاز الهضمي انها ما تدخلش جوه الأمعاء عندك وتتحلل لمركبات ممكن يكون لها تأثير صمي منفعش لابد ان احنا ما يؤديش استخدام المادة الحفظة الى الاهمال في الشروط الصحية ماقولش أنا خلاص هستخدم مادة حفظة مش مشكلة مراعيش الشروط الصحية غلط كلام ده من صح لابد ان انت عملت بونة سليم عشان البونة بتاعك يطلع صح جودة المادة الغذائية عندك تبقى جودتها عالية طيب في حاجة كمان احنا قولنا كذا حاجة بنزوات سوديوم طبعا ده ملح من املاح احمد البنزويج لها تأثير على ايه؟ لها تأثير على الخمائر بتعمل في الوسط ايه؟ الوسط الحامدي عندي بيقيتش كم؟ بيقيتش اربعة بس تخدمة بنسبة كم؟ واحد من عشة في المية مش عايزة منك اكتر من كم ومنحطها في؟ بنحفظ بها العصائر بس فيه تكة عايز اقولك عليها انت ما بتيجي تحط ملح البنزوات لابد ان انت بتحطهاش كده زي ما هي لأ حطها دوبها في مية الاول وبعد كده حطها على العصير اللي عندك علشان ممكن ما تكلكعش معاك وتبقى متكتلة في حتة وحتة تانية خلاص كده؟ طيب من ضمن المواد الحافظة التانية ايه؟ احماض الكابريتوز واملاحه احماض الكابريتوز واملاحه وقلنا احماض الكابريتوز دي بيبقى لها تأثير على ايه؟ على الفطريات بنزوات كانت على الخمائر دي على الفطريات طيب انا بستخدمها اه بستخدمها وبرده المواصفة القياسية بتحدد استخدمها بحوالي ايه 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 اين وتلاتة من عشر طيب لازم بت ان انت من اما املحها عندنا املح كتير اوه عندنا ملح ايه؟ ميتا كابريتات سوديوم اللي هي سوديوم ميتا باي صلفت واعنا كابريتيت بوتاسيوم وكابريتيت سوديوم كل دي اسمها املاح ايه؟ املاح الكابريتوز ولها تأثير على ايه؟ لها تأثير على الفطريات نشوف باقية الاسئلة بتاعتنا من أهم المواد الحفظة حمد البنزويك وأملحه فيه عندك حمد الكابريتوز وأملحه تعالوا نشوف السؤال اللي بعد كده يكون لملح بنزوات السوديوم فعل أكبر على نقاط ليركم واحد أما حمد الكابريتوز وأملحه له فعل أكبر على نقاط تعالوا نشوف الإجابة الإجابة الأولانية اللي هي واحد يكون لملح البنزوات السوديوم فعل أكبر على الخمائر أما حمض الكابريتوز يأملحه لو فعل أكبر على رقم اتنين اللي هي الفطريات نشوف بعد كده السؤال اللي بعد كده التلج الجاف هو عبارة عن لسا إلهة ثاني أكسيد الكربون في الحالة الصلبة شوف السؤال اللي بعد كده بيقولك إيه في أكمل من أهم طرق استخدام سوائل التدخين سوائل التدخين احنا قلنا بنستخدم إيه أو إيه بنستخدم الرش أو النقع طبعا هي مش والنقع يعني الرش أو النقع ممكن أن أنت تاخد مركبات الدخان والدووبة في الماء ترش بيها أو تنقعها في سائل التدخين السؤال اللي بعد كده بيقولك إيه بيقولك من أهم أنواع الحفظ بالتخمرات طبعا إحنا خدنا زي ما قلتلكم إحنا ممكن نستغل الكائنات الحية في إنتاج مركبات لها فعل حافظ على المواد الغذائية زي إيه عندك التخمر اللاكتيكي والتخمر الخليكي هو عايز هنا اتنين تخمر لكتيكي وتخمر خليكي وممكن يكون نقول كمان تخمر وحلي طيب اللاكتيكي ده التخمر اللاكتيكي ده اللي الأحياء الدقيقة بنستخدم فيها بكتيرية حامد اللاكتيك زي ما قلتلكم كده بكتيرية حامد اللاكتيك دي بتبقى في التخليل لما بتيجي نعمل مخلن البكتيريا دي بتبقى ناشيطة جدا تتغزع المواد السكرية وتنتج لك حامد اللاكتيك حامد اللاكتيك ده له فعل حافظ للمخل وبيديك بيساعد على تسويت التخليل عندك برضو انا بستخدم حامد اللاكتيك في حاجة كمان ان انا بستخدمه في في عبارة عن في الزبادي ماشيب بعد كده في عندك السؤال اللي بعد كده اللي هو ما هي أسباب انتشار الصناعات الزراعية أسباب انتشار الصناعات الزراعية في كذا سبب دي اسمها الأسئلة المقالية تعالي نشوف كده أسبابها رقم واحد توفير المواد الغذائية طول العام تمام تاني حاجة خروج المرأة للعمل دي أسئلة مقالية دي أسباب انتشار الصناعات الزراعية تالت حاجة انتشار الحروب دي قدت إلى هذا قدت إلى انتشار الصناعات الزراعية في عندك زيادة عدد السكان دي برضو من ضمن الحاجات زيادة المستوى المعيشي وتغيير النمط الغذائي للمستهلك كل دي اسمها ما هي أسباب انتشار الصناعات الزراعية التنافس وزيادة الاستثمار الموجه للتصنيع الغذائي في عندك حاجة كمان التطور العلمي للآلات والأجهزة يبقى دي اسمها كلها أسباب انتشار الصناعات الزراعية هناخد آخر سؤال معنا ما هي اتجاهات الدولة لتحديث الصناعات الزراعية يعني الدولة عملت إيه للصناعات الزراعية أول حاجة عملتها توفير المواد الخام وفارة المادة الخام اللي هنشتغل بيها تاني حاجة الإحلال والتجديد للمصانع القديمة خادة الأجهزة القديمة كهنتها وبتدت تدخل حاجات جديدة توفير شبأة طرق ومواصلات ودي طبعا من ضمن الحاجات المهمة جدا برضو عملت حاجة تانية توفير ناقلات مبردة يعني ما تيجي تنقل المواد الغذائية من مكان لمكان وفرت ناقلات تكون محتفظة في درجة تبريد لها عشان ما حاجة ما تبصش منك توفير المراعي اللازمة اهتمت بالمراعي علشان نزود السروة الحيوانية وإنتاج اللحوم عندنا برضو كل دي عملتها الدولة توفير المواد الخام الإحلال والتجديد للمصانع القديمة توفير شبكة طرق ومواصلات توفير ناقلات مبردة توفير المراعي اللازمة توفير مواد التعبئة برضو في عالم تاني في مواد التعبئة والتغليف ابتدت تتطور وتشوف أحدث حاجة تطبيق برامج الجودة في المصانع عملت نظام الجودة في المصانع برضو عملت زيادة المنافسة للمنتجات المحلية للمنتجات الأجنبية كل دي حاجات عملتها عملتها الدولة طبعا من خلال هذه الأسئلة طبعا عندنا أسئلة تعلل أسئلة أكمل وأسئلة بعض الأسئلة المقالية فيه برضو كم سؤال كده إن شاء الله نتطرق لهم طبعا أتمنى من الطلبة والطالبات عندي يكونوا جميع عن حق الجمهورية يكونوا استفادوا من هذه المراجعة ذاكرة كويس وما تخافش أبدا إن شاء الله بالنجاح والتوفيق أتمنى إن شاء الله تكون الحلقة بتاعتي عجبتكم وتكونوا استفدتوا منها إن شاء الله على أمل اللقاء بيكم بإذن الله بالتوفيق والنجاح دايما وكل عام وأنتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر